وخلال استعراض إنجازات الدولة في القطاعات المختلفة في الصعيد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية بالصعيد وتنمية الإنسان وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وقال مدبولي إنه خلال السنوات السبع الماضية ضخت الدولة استثمارات بقيمة 1.1 تريليون جنيه إن على مدار السبع سنوات دولة الدولة ضخت استثمارات وفي مشروعات اتنفذت أو جاري تنفذها حاليا بـ 1.1 تريليون جنيه مصري نفذنا منهم قد إيه؟ نفذنا 754 مليار جنيه يعني 69% من الإجمال الاستثمارات تم تنفذهم بالفعل والباقي جاري منهم طبعاً 180 مليار اللي يخص في محافظات الصعيد من المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة اللي إحنا بدأناها اعتباراً من العام المالي الحالي وبالتالي إحنا مش بنتكلم فقط على مشروعات مخططة ولكن بنتكلم إن 70% تقريباً من هذه المشروعات تم تنفذها بالفعل وتم استثمارها ودخها في الصعيد الكلام ده ساعد طبعاً غير إن هو بيرفع مستوى الحياة وجودة الحياة للمواطن المصري في الصعيد ولكن الحقيقة ساهم بصورة مباشرة في خلق كم هائل من فرص العمل لشبابنا اللي موجودين في محافظات الصعيد ترجمة نانسي قنقر